وصلت إلى مطار القاهرة الدولية عدد من الخيول المقرر لاستراكها في البطولة الدولية لدولتي قطر والإمارات وذلك لأول مرة حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية ويأتي ذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر انطلاق فعلياتها من الثالث والعشرين وحتى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وقامت القوات المسلحة بتسهيل استقبال الخيول ونقلهم وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لهم لتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية على أرض مصر اشتركوا في القناة